تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة اللي بتيجيكم مني محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت وبدعوكم تشتركوا فيها الآن عشان دائما تحصلوا على مقاطع أجدد وأفضل اليوم نتحدث عن هذه الصورة الصورة اللي بيظهر فيها واحد من أشهر الحكام بتسعينات القرن الماضي كيم ميلتون نيلسن حكم ديناماركي بيشهر البطاقة الحمرة في وجه ديفيد بيك هم نجيب منتقى بإنجلترا وواضح جدا عليه الحزن والأسى في حين سيميوني بعيونه الماكرة تظهر عليه الانتصار وقابريال بتستوتا عم بيترقب فشو اللي صار خلال هذه المواجهة اللي صارت بين إنجلترا والأرجنتين في دور الستعاش من كأس العالم ثمانية وتسعين في سانتتيان بفرنسا كانت واحدة من أكثر الحوادث المثيرة للجدل في مسيرة بيك هم انطرد خلال الدقيقة سبعة واربعين كان في كرة مشتركة بوسط الملعب بانطقة ما فيها أي أهمية سيميوني عم بيدفع بيك هم في ظهره فبفقد الإنجليزي أعصابه وعلى طول بيركل سيميوني أمام الحكم الميدافيرون بيقوموا بضغط كبير على الحكم بالطرور الطرد بيك هم لأنه ضرب زميلهم والحكم استجاب وطرد وبالنهاية قاومت إنجلترا ووصلت ركلات الترجيح مع الأرجنتين لكن خسرت هذا اللقاء واستمر هذا التوتر بين بيك هم و سيميوني لعند مونديال 2002 حاول سيميوني صافح بكم لكن رد بكم كان كأنه مش راضي ولا سعيد في اللي صار وقتها بكم في ذلك اللقاء في مونديال 2002 أخذ ثقره و سجل هدف من ركل الجزاء تحصل عليها مايكل أوين وهذا الفوز ساهم بإخراج الأرجنتيني من الدور الأول في كأس العالم الأرجنتيني اللي جاءت في مونديال 2002 أحد أهم المرشحين بقيادة مارسلو بيلسا خرجت أسرع مما كان يتوقع أي أرجنتيني على وجه الأرض طبعا بعد طرد بيك هم تحول من شاب الجميع بيحبه بيستنوا فيه إلى شرير الصحف البريطانية مع رحمته أحدهم عنوان كان هناك عشرة رجال قاتلوا في سبيل إنجلترا ورجل الأحمق فقط وكان المقصود الأحمق هو بيك هم أيضا صحف أخرى طالبت بأنه يتم رمي السهام على بيك هم بانتقاد بيك هم عدم حماية بيك هم وهذا الشي خلى بيك هم شري لسنوات بالنسبة للجماهير الإنجليزية استمر الغضب بالتصاعد على اللاعب خاصة لما قسرت إنجلترا للبرتغال في يورو 2000 وما قدر بيك هم يستعيد ثقة جماهير الإنجليزية فيه ربما كانت جماهير يونايتد تحبه لكن الجماهير الإنجليزية بشكل عام دائما كان عندها حالة شك تجاه هذا اللاعب حتى جاءت الركل الحرة المباشرة الشهيرة أمام اليونان في تصفيات كأس العالم 2002 واللي أهلت بيك هم وهناك كان بدأ بيك هم يكسب الشعبية الإنجليزية العامة وللعلم هذه الركل الحرة المباشرة لازم ننتبه إنها هي اللي خلت بيك هم يقدر ينتقم من سيميوني في مونيديال 2002 طبعا هذا الطرد الوحيد المباشر في مسيلة بيك هم الدولية مع منتخب إنجلترا خلال 115 مباراة لأنه إله طردين فقط الطرد الثاني كان عبارة عن بطاقتين صفراوين حصل عليهم خلال دقيقة أمام النمسا وذلك خلال تصفيات كأس العالم 2006 لما اعتزل بيك هم سيميوني خرج بكلمات ويقال عنه لاعب محترف وغير عادي وبتمنى إله الأفضل أنا متأكد إنه حيكون ناجح في أي مجال بيختاره لأنه شخص بقدرات رائعة وذكي للغاية اعتبروا الناس تصريحات سيميوني اعتذار ببطن على اللي صار في مونديال 98 من استدراج الشاب بخبرة قليلة لتصرف نادر منه عنيف تسبب بضرده ووضع ضغوط رهيبة عليه لو لإنه أنقضوا وقتها السير أليكس فريكسون اشتركوا في القناة